موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصلي وأسلم على البشير النزير المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أيها الإخوة والأخوات طبط مطابة أيامكم بالخير واليمن والبركات وصلى الله عز وجل بأسماء الحسن وصفات العلا أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ربنا ويرضى من الأقوال والأعمال وأن يرزقنا وإياكم الإخلاصة والصدق في أقوالنا وأعمالنا أولا تكلمنا مع حضراتكم في الحلقة الماضية حول موضوع في غاية الأهمية وكثير من هذا الموضوع قد انتشر في أوساط المسلمين في المواصلات العامة والخاصة وبين الناس بعضهم البعض في المصالح والمصانع والمناقشات والمحاورات والمناظرات هذا الموضوع تكلمنا مع حضراتكم في الحلقة الماضية حول الجدال وأنواعه وتحذير السلف منه وتكلمنا عن قسمي الجدال وكلنا أن الجدال على نوعين النوع الأول الجدال المحمود والنوع الثاني الجدال المزموم أما الجدال المحمود فهو أن يأتي المجادل أو المناقش أو المحاور بالأدلة والبراهين لكي يثبت صدق ما يقول ومن أجل إعلاء الحق وإظهاره للناس عامة وليأ المجادل خاصة وكذلك لذلك رب العالمين أمر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال وَدُعُّوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِهِ أَحْسَنَ وقال ربنا عز وجل وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِهِ أَحْسَنَ إذن الجدال منهما هو محمود ومنهما هو مذموم كما فصلنا الكلام عليه في الحلقة الماضية وإذن ذكرنا لحضراتكم الأدلة المتكاثرة من القرآن والسنة على حرمة الجدال المذموم والجدال المذموم كما ذكرنا في الحلقة الماضية أن المرء منه يجادل من أجل إعلاء الباطل وإخمادا للحق ويجادل السفيه والجاهل وغير ذلك من أنواع الجدال المذموم لذلك ورد في القرآن الكريم وردت في السنة النبية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الجدال مذموم كله إلا ما كان من أجل إظهار الحق وذانه للناس لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجدال في القرآن كفر أي أن الجدال منهما هو مذموم ومنهما هو ممدوح واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم مع حضراتكم حول مبحثين مهمين في غير الأهمية لمن أراد أن يتحاور مع أصحابه ومع زملائه ومع من يتحاور أو من أراد أن يتناقش مع إخوانه وزملائه ومن أراد أن يتناقش مع غيره من الناس أولا لابد أن يلتزم في الجدال بالأداب والشروط التي وضعها لنا رب العالمين ووضعها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الشروط وهذه الأداب يجب للجميع أن يلتزم بها لما؟ حتى يكون الجدال من يخرج من الجدال المذموم إلى الجدال المحمود فإذا كان الجدال فارغا من هذه الشروط ومن هذه الأداب صار جدالا مذموما يأسم عليه المتجادلين أو يأسم عليه المتناقشين فكل أمر في حياتنا الدنيا لابد له من ضوابط خاصة إذا أردت أن تتحاور مع صديق لك أو مع زميل لك في العمل أو خارج العمل أو في الموصلات العامة والخاصة أو حتى إذا أردت أن تتناقش مع زوجتك أو أردت أن تتناقش مع زوجك لابد للحوار من آداب وشروط ولابد للمجادلة من آداب وشروط حتى يثمر الجدال أثره الطيب على المخاطب والمخاطب لهم اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم مع حضرتكم حول آداب الجدال وقبل الخوض في آداب الجدال أريد أن ينبه إلى أمر ما قد يتساءل سائل ويقول ما الحامل لنا على الجدال أو لما نتجادل مع بعضنا البعض فإذا رأيت رجلين أو مرأتان يتناقش انقلب النقاش من محمود إلى مذموم وانقلب الحوار والمناظرة والنقاش إلى مجادلة فيها تسمع فيها صراخ وتسمع فيها شحناء وبغضاء لما الجدال؟ أولا الأمور الداعية للجدال لها عدة أسباب السبب الأول هو عدم إخلاص النية لله عز وجل عدم إخلاص النية لله تبارك وتعالى قد تجد رجلا يناقشك ويتحور معك ولكن نيته فاسدة يناقشك من أجل أن يدعالى عليك ومن أجل أن يظهر ما عنده من علم ومن أجل أن ينتصر للحق الذي معه أو ينتصر لرأيه أو لانتمائه أو لما ينتمي أو لما يفكر من أجل أن ينتصر لفكرته ومذهبه وهواء فهذا النقاش إن خلى من النية الصالحة حين إذن صار الجدال مذموماً وصار الحوار والنقاش والمناظرة إلى جدال مذموم كذلك من أسباب الداعية للجدال أو من الأسباب التي تجعل المرء منا ينتقل من مناقشة محمودة إلى مجادلة مذمومة هو النصيحة علانية قد تجد رجل على منكر أو قد تجده المخالف لهواك أو مخالف لرأيك أو مخالف لانتمائك تنصحه نصيحة علانية فإذا رأى المخاطب منك أو المناقش منك أنك تنصحه نصيحة علانية أمام الناس فقد فضحته حين إذن أراد أن يدافع عن نفسه وأن يدفع الشبهة عن نفسه فيجادلك فيما تقول كذلك من الأمور الداعية للجدال أن المناقش قد يغطر أو قد يوجد منه أو يشعر منه المناقش له العجب والكبرياء أنا شخصيا إذا جاءني رجل يناقشني وشعرت به وشعرت فيه الكبر والغرور دعاني هذه الشعور وهذا الإحساس على المجادلة فلذلك إذا أردت أن تناقش زميلا لك أو أردت أن تناقش زوجتك أو أردت أن تناقش زوجك فلابد أن تتحلي بصفة القرم والأخلاق الحسنة والبعد تمام البعد عن الغرور والكبر إياك أن تنظر لمن تحاوره أو تناقشه بنظرة احتقار وازدراء فهذه من الأسباب الرئاسية التي تدعو المرء منا إلى الجدال وكذلك فراغ القلب من تقوى الله عز وجل من الأسباب الجالبة للجدال وتجعل النقاش المحمود إلى مجادلة مذمومة خلو المتجادلين من قلوبهم تقوى الله تبارك وتعالى المرء منا إذا خلى قلبه وخلى مناقشته من ذكر الله عز وجل ومن تقوى الله تبارك وتعالى وقل إيمانه دعاه إلى المجادلة فلذلك أيها الإخوة والأخوات المرء منا إذا أراد أن يتناقش وأراد أن يتحاور مع من يخالفه أو أراد أن يقنع غيره بفكرته أو بحزبه أو بانتمائه أو بمنهجه فلابد أن يكون مخلصا لله عز وجل بعيد تمام البعد عن الغرور والكبرياء وكذلك أن يتقل الله عز وجل فيما يقول وأن يتقل الله تبارك وتعالى في المخاطب لهم فإذا أردت أن تكون مؤثرا بالناس لابد أن تخلصني لله تبارك وتعالى وتبتعد عن الغرور والكبرياء لأن هذا داعيا من دواعي وجود الجدال في المناقشة إذن ما هي أداب الجدال؟ كما ذكرت لحضراتكم أن الجدال منه ما هو محمود كما ذكر ربنا عز وجل وكما هو معلوم أن الإنسان مجبول مفطور على وجود الجدال في نفسه وفي بنيته كما ذكر ربنا عز وجل قال ربنا تبارك وتعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا الجدال موجود في طبع النفس البشرية ولكن قد يوجد بكثرة وبقلة حسب اختلاف الأزمان والأزمنة والأمكنة والأشخاص قد تكون تجد شخصا كثير الجدال وتجد شخصا آخر قليل الجدال وتجد شخصا آخر يتحلى بأداب الجدال وتجد آخر لا يتحلى بأداب الجدال ولا يعرف عنها شيء فلذلك أيها الإخوة والأخوات أردت أن أذكر نفسي وإياكم اليوم بإذن الله عز وجل بالأداب التي ينبغي أن نتحلى بها إذا أردت أن تجادل شخصا إذا أردت أن تقنع غيرك بثكرة أو برأي أو بانتماء أو بمنهج لا بد أن تتحلى بهذه الأداب التي سأذكرها لك في هذه الحلقة أولا آداب الجدال إخلاص النية لله عز وجل أخي وأختي أعلمي رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فإذا كانت نيتك أن تنتصر على خصمك وأن تنتصر على من تناكش وأردت أن تلفت أنظار الناس لك وأردت أن تعلو على صاحبك فاعلم تمام العلم أن هذه المجادلة تنقلب من مجادلة محمودة إلى مجادلة مذمومة إذن ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تخلص النية لله عز وجل في ما تتكلم لما تجادل؟ هل من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله؟ هل من أجل أن تقنع غيرك بالحق الذي معك؟ فحين إذن واجب عليك أن تخلص النية لله تباك وتعالى فإذا أخلص النية في نقاشك مع أخيك أو مع أباك أو مع أمك أو مع صديقك أو مع زميل لك فأخلص النية لله تبارك وتعالى حتى تكسر البركة في الكلام ويكسر البركة في الخطاب الذي يدور بينك وبين صاحبك حين إذن أيها الإخوة والأخوات النية أساس وشرط في المجادلة لذلك حتى تكسر البركة ويكسر الخير ويحل القبول في كلامك تجاه الآخر فإذا أخلص النية لله عز وجل في الكلام الذي تتكلم به مع خصمك أو مع من تناقشه أو مع من تجادله أثمر هذا الإخلاص بركة في الكلام وكان هذا الكلام الذي تجادل فيه محل قبول لدى الآخر تجد الناس يلتفتون إليك ويسمعون لك ويقتنعون بكلامك لما؟ لأنك أخلص النية لله تبارك وتعالى في مجادلتك هذه وأجرت كذلك على هذه النية لأن النية تقلب العمل من عادة إلى عبادة ومن مذموم إلى ممدوح ومن سيء إلى مفضوء إلى فاضل حينئذ لابد إذا أردت أن تجادل وأردت أن غيرك يقتنع برأيك أو بمذهبك أو بفكرتك أو بعلمك أو بمنهجك لابد أن تخلص النية لله تبارك وتعالى فيما تتكلم لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث عمر بن خطاب رضي الله عنهم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى كذلك من أداب الجدال إذا أردت أن تجادل صاحبا لك أو أخا لك أو زميلا لك في العمل سواء كان في أمور دنيوية أو في أمور دينية أو أمور دنيوية صغيرة كانت أو كبيرة فلابد أن تكون المجادلة بالتي هي أحسن لذلك رب العالمين أمر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصلا وللأمة تبعا أو فرعا قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إذا أردت أن تجادل شخصا لك في عملك بثكرة أو بمنهج أو بأي كان لابد أن تتصف بصفة الحسن في الجدال هذا رب العالمين أمر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجادل أهل الكتاب ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يجادل بشرط بالتي هي أحسن فإذا أردت أن تجادل أباك أو أخاك أو صاحبا لك أو زميلا لك أو أيا كان من أصناف المجتمع الذي تتعامل معهم لابد أن تجادله بالتي هي أحسن لا تفرض رأيك عليه ولا تفرض صوتك عليه ولا تفرض منهجك عليه إلا إذا كان بالتي أحسن أو تحلى بالحسن في الخطاب وفي الكلام وفي العرض وفي الطرح وفي البيان فإذا كانت مجادلتك بالتي أحسن واتصفت بالحسن والجمال في الكلام وطيب الكلام وطيب الألفاظ كان هذا الكلام وهذا الجدال محل قبول لدى من تجادل لذلك رب العالمين قال وقولوا للناس حسنا أي اختاروا الألفاظ الحميدة والكلمات الطيبة التي هي محل قبول لدى الآخر فإذا أردت أن تجادل فلابد أن تكون أن تتصف بهذه الصفة التي أمر رب العالمين بها أن تجادل بالتي أحسن ولذلك رب العالمين أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يجادل القفار ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن فبالله عليكم أليس من دونه أو له إذا أردت أن تجادل أباك فلا تنسى أنه أباك وإذا أردت أن تجادل زوجتك فلا تنسى أنها زوجتك وإذا أردت أن تجادل رئيسك في العمل فلا تنسى أنه رئيسك في العمل فرب العالمين أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يجادل هؤلاء الكفار النصارى المنكرين لدين الله عز وجل والمنكرين لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد إذا أردت أن تجادلهم فلا بد أن تتحلى بصفة الحسن ولا بد أن تتحلى بمكارم الأخلاق هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤمر بذلك مع من؟ مع الكفار والمشركين والنصارى فما دونه أو لا فمن باب أولى إذا أردت أن تجادل أصحابك وزمالائك في العمل أو من هو أكبر منك قدرا وسنا فلا بد أن تتأسى بهذا الخلق الحميد وهذه الصفة الطيبة أن تجادلهم بالتي هي أحسن لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لا يليق بحامل القرآن أن يجادل جاهلا ولا يتصف بصفة الحسن فحينئذ السلف رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا أن يجادلوا لا بد أن يتحلوا بهذه الشروط الطيبة الجميلة حتى يكون الجدال محمود ومقبول ويؤجرون عليه يوم يلقون ربهم عز وجل وكذلك من الأداب التي يجب على المتجادلين أو المتحاورين أو المتناقشين أن يتحلوا بها أن تتسمى وتتحلى بمكارم الأخلاق وبالسمات الإسلامية العالية على سبيل المسالي مثلا إذا أردت أن تجادل فلابد أن تتحلى بالصدق وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة إذا أردت أن تتحاور أو أن تتناقش فابتعد تمام البعد عن الغيبة والنميمة وابتعد كذلك عن الهمز واللمز وابتعد كذلك عن انتقاص وازدراء الآخرين فإذا كان المجادل لك أقل منك علما وسنا لا تحتقره لعله عنده من الحق ما ليس عندك لعله عنده من الحق ما ليس عندك وإياك أن تستقله أو تحتقره أو تزدريه أو تنتقصه أو تغتابه أو تنمه أو تلمذه بالألفاظ وسوء الأخلاق فإذا أردت أن تجادل فلابد أن تتحلى بمكارم الأخلاق وبالصفات الإسلامية التي أمرنا بها رب العالمين حتى يكون الجدال مقبول لديك ومحمود وتؤجر عليه بإذن الله عز وجل ويكون كلامك محل قبول لدى من تجادل لذلك قال ربنا وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عفوا فإذا ابتعدت تمام البعد عن مكارم الأخلاق وعن الصفات الطيبة في المجادلة فانقلبت المجادلة من مجادلة محمودة إلى مجادلة مذمومة تجد كثير من الناس إذا أراد أن يجادل صوته عالي ويتسم بالفسوق والفجور وإنكار الحق والتعد على الآخرين ورفع الصوت والكذب والمماراة ولفت أنظار الناس إليه فهذه الصماية المنافقين عفان الله إياكم لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث ومنها إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر تجد الأخ من هؤلاء أو الزوجة أو الزوج إذا أراد أن يجادل زوجتهم أو أرادت أن تجادل زوجها تكذب عليه وتستخدم أسليب الغيبة والنميمة والانتقاص والإصدراء معها أو مع غيره وإذا أرأت رجلا يتسم بهذه الصفات فوجب عليك أن تجتنب هذه المجادلة لأن الشيطان له دور كبير في هذه المجادلة حينزم اختصارا من أدابي بل من أفضل الأداب التي يجب على المتجادلين أن يتحلى بها ويجب على المتناقشين أو المناظرين أو المحاورين أن يتحلى بهذه الأداب ألا هو أن يتحلى بأداب سمت الإسلام العالية بالصدق والوفاء وإقرارا للحق ولو كان المجادل لك أقل منك علما وسنا وقدرا كذلك من الأداب التي يجب على الجميع أن يتحلى بها أن يكون الجدال بعلم سبحان ربي إذا ذهبت إلى الطبيب وكنت تشتكي بصداع مثلا الطبيب يقول لك أكتب لك على دواء كذا وكذا تأخذ هذا الدواء بتسليم وبإقرار وباستجابة وبانقياد تأخذ الدواء وتشربه إذا قال لك الطبيب خذ هذه الجرعة ليلا ونهارا لا تناقشه ولا تجادله لما؟ لأنك تعلم أن هذا الطبيب ثقة وأن هذا الطبيب لا يجوز الجدال معه لما؟ لأنه أعلم منك بهذا الدواء وأعلم منك بتشخيص الدائي وبتشخيص الدواء فحينئذ لما استسلمت لهم؟ لأنه على علم وأكثر منك علما فلذلك إذا أردت أن تجادل فلابد أن تجادل بعلم راسخ مرباني فإذا اختلفت مع من تجادل واختلفت مع من تناقش فإذا كان الجدال في الشرع فلابد برد الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر أيما تحذير من الجدال بدون علم خاصة في دين الله تبارك تعالى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المراء وفي رواية الجدال في القرآن قفر تجد الإخوة من هؤلاء خاصة المستقيمين منهم يجادل هل النزول على ركبتين في الصلاة أو لا أم النزول على اليدين؟ هل غسل الجمعة واجب أم مستحب؟ هل المسح للرأسي عفوا هل المضمضة والاستنشاك واجب أم فرض أم مستحب؟ تجدهم يجادلون ويخاصمون ويفاجرون في مسائل يكثر فيها الخلاف والخلاف فيها سهل والخلاف فيها بسيط أما المسائل الكبار نعم واجب على المتجادلين أن يجادلوا فيها بعلم راسخ رباني إذا وجدت رجلين يتشاجر أو يتجادل أو يتناقش بصوت عال فاعلم تمام العلم أنهم على جهل فاضح لما؟ لأنك إذا أردت أن تجادل فلابد أن تجادل بعلم فإذا كان عندك علم فيما تجادل فجادل فإذا كنت جاهلا فيما تجادل فلا تجادل لما؟ لأن المجدلة تورث البغضاء والشحناء والقره والشقاق فيما بينك وبين من تتحاور فحينزن لذلك رب العالمين لام وحذر هؤلاء النصارى واليهود قال ها أنتم هؤلاء جادلتم حاججتم فيما ليس لكم به علم فقال ربنا عز وجل ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون اعترضتم على أمر ما على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو اعترضتم على إبراهيم عليه السلام أو اعترضتم على دين الله تبارك وتعالى عندكم علم أو ليس عندكم علم فلم تحاجون وتعترضون على ما ليس لكم به علم فمن باب أولى لا تعترض على كتاب الله عز وجل أو على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا تعترض على من تجادل في أمر أنت تجهله فكيف بك تعارض وتجادل في أمر أنت تجهله وليس عندك علم به فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ذلك فإذا أردت أن تجادل وتخاصم وتتناقش وتناظر فلا بد أن تكون على علم وعلى ضراية فيما تناقش وفيما تجادل حتى تثمر هذه المجدلة علم تنتفع به وحتى يكون كلامك محل قبول على من تجادل وحتى يكون كلامك محل قبول واستجابة لذا من تجادل كذلك وجب على من يتجادل أو يتناقش أو يتحاور أن يتصفوا بصفات الكرم والأخلاقي وأخلاص النية لله تبارك وتعالى وهنا أمر في غاية الأهمية لابد للمتجادلين أو المتحاورين أو المتناقشين إذا كانت المجادلة تجلب بغضاء وشحناء وقره وشقاك وخلاف وضرر على الدين والدنيا فوجب على المتجادلين أو على أحدهما أن يتوقف عن المجادلة إذا رأيت مع من تجادل أنه جاهل وفاصق ومخاصم ولدود ومجرم ومتعنت ومستكبر وعنده من الصفات المذمومة ولا يقبل كلامك ويجادلك من أجل أن يجادلك فابتعب تمام البعد عن هذه المجادلة لما؟ لأنها تورث البغضاء وتورث الشحناء وتورث البغض والخلاف والشقاك بينك وبين من تجادل قد تأتي إلى رجل وتجادله أمام مرأة ومسمع من الجميع ولكن الناس يفتنون بكلامك أو بكلامه وينقلب الحق باطلا والباطل حقا فحينز وجب على المتجادلين أن يتوقف عن المجادلة ووجب على المتحاورين أن يتوقف عن الحوار تماما لما؟ لأن الجدال يورث البغضاء والشحناء والقره فلذلك أيها الإخوة والأخوات إذا كان الجدال يأتي بثمار عليك وعلى من يجادلك وعلى المستمع فواصل المحاورة وواصل النقاش واصل أيضا الجدال لأن الجدال يأتي بخير أما إذا كان هذا الجدال قد يتسبب في فتنتك أو فتنة من تجادل أو فتنة المستمع فوجب عليك أن تتوقف عن هذه المجادلة لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما استأذنه ابن عباس رضي الله عنهم جميعا أن يذهب إلى هؤلاء الحرورية من أجل أن يجادلهم فخشي عليه ابن عباس وقال له إني أخشى عليك من هؤلاء الناس فقال يا ابن عم رسول الله ائذن لي لعل أن يكون فيها الخير فذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى الحرورية فجادلهم بالتي أحسن وإذا نظرت وإذا أردت أن تتعلم كل أداب المناقشة وكل أداب المجادلة فانظر إلى ابن عباس عندما جادل هؤلاء الناس أناس يكفرونه ويكفرون خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورما ذلك ذهب عليهم ابن عباس رضي الله عنه وجادلهم بعلم وبإخلاص النية الله تبارك تعالى لذلك أثمرت المجادلة أن رجع منهم خلق كثير مع ابن عباس رضي الله عنهم لذلك ابن عباس رضي الله عنه واصل المجادلة لما؟ لأن المجادلة جاءت بخير وجاءت ببركة عليه وعلى من يستمع وعلى المجادل أيضا لذلك اختصارا أيها الإخوة والأخوات إذا كانت المجادلة تأتي بخير وتأتي بثمرة طيبة فوجب عليك المواصلة وإذا كانت المجادلة تأتي بوجود شحناء وبغضاء فانتهي عن المجادلة وإذا كانت المجادلة تطعن في شريعة رب العالمين وتطعن في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم فحينئذ هذه المجادلة صارت مجادلة مذمومة ومكروهة وجب عليك أن تتوقف عن المجادلة كثير من الناس تجده يجادل مع رجل جاهل أو مع رجل متعنت أو مع رجل معاند أو مع رجل متكبر أو غرور أو مجادل فوجب عليك أن تنتهي عن المجادلة لما؟ لأنك تحمل في قلبك بغض وكره اتجاهه أو هو يحمل في قلبه بغض وكره اتجاهك فحينئذ هذه المجادلة لا تأتي بخير غالبا فوجب عليك أن تنتهي عن هذه المجادلة لأنها لا تأتي بخير بل هي تأتي بضرر إما عليك أو على من تجادل أو على المستمعين الذين يستمعون لك وكذلك وجب أن ننتبه إلى أمر أيضا في غاية الأهمية لأن الجدال إذا أدى إلى وجود الشحناء والبغضاء في حينئذ هذا الجدال جدال مذمون ما حينئذ وجب أن ننتبه إلى هذا الأدب جيدا أن الجدال لا يفسد للود قضية أن الجدال لا يفسد للود قضية كثيرا مننا إذا أراد أن يجادل مع صاحبه أو مع زميل له في العمل في نهاية المجادلة يتخاصم ولا يكلم بعضهم بعضا الجدال أيها الإخوة والأخوات من أجل نصرة الحق أو من أجل أن تقنع من تجادل بما معك من الصدق والحق ليس منك أن تجادله من أجل أن تخاصمه أو تفجر به أو لا يكلمك أو توجد شحناء وبغضاء بينك وبين من تجادل حينئذ إذا أردت أن تجادله فلا بد أن تتصف بهذه الأدب وكذلك الأدب الأخير أو الأدب الذي يسمر نهاية المجادلة أن تكون بينك وبين أخيك رحم وأن تكون بينك وبين أخيك رحم ووصال وود بينك حتى لنهاية المجادلة الشفعي عليه رحمة الله أرى إذا أراد أن يجادله كان في نهاية المجادلة بعد انتهاء المجادلة وهو في أثناء المجادلة يتمنى أن خصمه لا يزل لذلك أبا حنيفة عليه رحمة الله نهى ابنه حماد عن المجادلة فقال ابنه حماد يا أبتاه إني أراك تجادل وتناظر وكان أبا حنيفة مشهور بالمجادلة والمناظرة من أجل النصرة للحق ومن أجل التوضيح للناس فقال حماد ابن أبا حنيفة عليه رحمة الله يا أبتي إني أراك تجادل وتناظر فلما تنهاني عن ذلك فانظر إلى هذا الكلام الطيب وانظر إلى هذا الكلام الذي هو خرج من عالم راصخ رباني عليه رحمة الله قال يا ابني كنا يجادل بعضنا بعضا وكل مننا كأن على رأسه الطير يخشى أن يزل صاحبه أما أنتم الآن فتجادلون وكل منكم يتمنى أن يزل صاحبه في حينئذ وجب علينا أن نتأدب بهذه الأداف المجادلة حتى تثمر المجادلة بخير وبركة على الإسلام وعليك وعلى من تجادل وعلى الإسلام وحتى تكون المجادلة فيها بركة وخير أسأل الله عز وجل لي ولكم وللمستمعين كذلك أن يرزقنا وإياكم أدب الإسلام في الحوار وفي المناقشات وفي المناظرات وفيما نتعامل مع الناس وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنة وصفاته العلا أن يهدين وإياكم إلى أحسن الأخلاق فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنة وصفاته العلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاصة وأن يوفقنا وإياكم وإدارة القناة والمستمعين والمشاهدين لها لكل ما يحبه ويرضى هذا ملخص آداب الجدال ونكمل الموضوع الجدال أيضا في الحلقة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أعطوب إليك واجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة